كشف تقريراً أن تهريباً وتجارة المخدرات وتعاطيها بين شريحة الشباب بدأت تزداد بشكل متنام في العراق حيث تحولت البلاد من مجرد معبر للتهريب إلى مستهلكاً ومروجاً أيضاً ما يتطلب تعاوناً إقليمياً لوقف هذا الخطر الذي يستهدف الشباب وتشير الإحصائيات إلى مصادرة 420 كيلو جراماً من مادة الكريستال بالإضافة إلى نحو 60 مليون كريس كيرتاجون وأكثر من 600 كيلو جرام من مادة الحشيش ما يشكل زيادة بعشرين ضعف من التي تم وضع اليد عليها في سنتين مجتمعتين ويقول مختصون أن الإرهاب والمخدرات وجهان لعملة واحدة ولكننا نرى بأن المخدرات تشكل خطراً أكبر من خطر الإرهاب فقد يكون بإمكانك أن ترى الإرهابيين وتقاتلهم ولكنك لا تستطيع اقتفاء أثر المخدرات التي تقتل المجتمع عابد من بارد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر